موجة جديدة من وباء كورونا تطرق الأبواب وسط تحذيرات من تأثيرات قد تفوق الموجة الأولى من الوباء الذي خلف حتى الآن أكثر من 632 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 13 ألفا ارتفاع أعداد المصابين في الأونة الأخيرة عدد قنواقيس الخطر فيما تؤكد وزارة الصحة أن حالة التهاون في تطبيق إجراءات الوقاية فوتت فرصة القضاء على الجائحة في البلاد وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بتوصيات وإجراءات لجنة السلامة والصحة هذا الأمر لم يعد يعني يتحمل أي نوع من التساهل فيه الكمامات والتباعد الجسدي وغير ذلك الوزارات ملزمة به المؤسسات الحكومية عامة الناس منع أي صياغ للتجمع والحشود يشدد المتحدث باسم الحكومة هنا على إجراءات الوقاية والتباعد دون أن يلتزم بها هو أو أحد من ضيوفه محاولة أخرى لرمي الكرة في ملعب المواطن لوحده وإغفال التلكؤ الحكومي في التعامل مع الوباء الذي وجد بيئة خصبة في التجمعات الكبرى لا سيمة دينية منها وحدود مفتوحة دون رقيب مع عدم فرض حالة إغلاق المنظم يعمل على تقليص فرص العدوى دون الإضرار بمصالح المواطنين وعلى الرغم من أن الفساد المالي والإدارية مستشر في وزارة الصحة منذ زمن طويل إلا أن الأمر بات أكثر وضوحا مع تفشي وباء كورونا منذ عام تقريبا ويقول أطباء إن المستشفيات في العراق لا تعاني من نقص في أجهزة التنفس الصناعي والمستزمات الطبية والمعدات الضرورية والوقائية فحسب بل إنها عاجزة عن الاستعانة بمزيد من الأطباء على الرغم من كثرة عدد الخارجين من الكليات الطبية الأمر الذي أدى إلى نقص في الموارد البشرية وضغوط هائلة إضافة إلى إصابات بين الأطباء والكوادر الطبية قضى العشرات منهم بسبب الفيروس ويؤكد نواب أن 90% من المستشفيات بنيت قبل الاحتلال الأمريكي لتأتي أزمة كورونا وتعري حكومات المحاصصة الطائفية وتفضح الساسة الذين نهبوا العراق وتركوا المواطن يواجه مصيره في نظام صحي منهار على الرغم من توفر الأموال والموازنات الكبيرة خلال الأعوام السابقة